ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين الذين تابعوا ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اليوم الأول لبدء التصعيد والعدوان على غزة وبدء التهجير في حي الشيخ جراح في القدس المخيمات الفلسطينية تابعت كل ذلك وصولا إلى اتفاق أو توصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار أو التهدئة بالأمس عندما تم الاعلان عن التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار انتظره اللاجئون الفلسطينيون داخل المخيمات حتى الساعة الثانية فجرا على التكبيرات على التهليلات خرج الفلسطينيون اللاجئون في مسيرات داخل المخيمات حملوا الاعلام الفلسطينية وكذلك علام الفصائل سمعنا رشقات الرصاص التي تطلق ابتهاجا وفرحا أيضا تم توزيع الحلوة فرحا بهذا الانتصار ليس فقط في مقاومة الشعب الفلسطيني على كامل الأراضي الفلسطينية إنما التوصل إلى وقف التهجير في حي الشيخ جراح أيضا الوقفات التضامنية لم تهدأ في المناطق اللبنانية وفي المخيمات كذلك وكما ذكرت سينار على الحدود اليوم منذ بعض الوقت بدأت وقفة من مجموعة من الإعلاميين الفلسطينيين واللبنانيين في ساحة الشهداء تضامنا مع غزة وتضامنا مع القدس وكل الأراضي الفلسطينية وبالتبع ستكون مناسبة لتحية الشعب الفلسطيني على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة لوقوفه وصموده طوال الأحد عشر يوما الماضية من العدوان عليهم بمعنى ليلى تحول إلى